رحمة الله وبركاته النهاردة يا جماعة فيديو جديد هنتكلم عن روابط من نوع جديد اللي هي بنسميها روابط الثنائية زي ما احنا شايفين عندي حاجة اسمها بوف اند يعني بوف دايما تيجي مع اند وفي عندي حاجة اسمها نيذر نور نيذر نور وفي عندي حاجة تالتة ايذر اور يبقى نخلي بالنا عندي بوف اند يعني كلا من و دايما دي بيكون معها الفاعل بيكون جمع يعني لو قلنا مثال بالعربي كده نقول كلا من احمد وعلي طلاب ماهرين مثلا ومال ايه وظيفة نيذر نور نيذر نور لا ولا ودي بتكون نفي لبوف اند وهنشوف امثلة دلوقتي عندي ايذر اور للاختيار معناها اما او تعالوا يا جماعة دلوقتي نتأكد من الكلام اللي احنا قلناه احنا قلنا بوف بتحب اند نيذر نور ايذر اور لما يجي يقول لي استخدم بوف او نيذر او ايذر طيب هاستخدمه على ايه اثاث الاساس اللي عندي انا بقول لي my neighbor and خلي بالحضرتك ان اند موجودة هي يبقى هناخد معا مين ها اللي مصح صح هناخد بوف طب تعالوا على الجملة التانية يبقى هنا الطالب ممكن كمان ما يترجمش الجملة تمام عشان عندي and he saw trees nor grass يبقى انا عندي كلمة نور يبقى المصح صح هيقول لي هناخد نيذر طيب shayla will come in a red dress or الله ده انا عندي اور يبقى هناخد ايه هناخد ايذر تعالوا على number four my brother nor my uncle يبقى هناخد نيذر يبقى لا اخي ولا عمي ولا امي كمان يبقى ممكن كمان نكارل راشوف neither my brother nor my uncle nor my mother have a driving license we bought a tv set and يبقى هنا هناخد ايه جماعة هناخد بوف اخر جملة معانا call me in the evening or طبعا هناخد هنا ايه هناخد ايذر thank you and goodbye bye اشتركوا في القناة